قررت الوكالة الفنية للنقل البرية تمديد في شهادات صلوحية الفحص الفني التي تنتهي خلال الفترة الممتدة من 22 مارس إلى 14 من جواء الحالية وذلك إلى غاية الثالث من أوت 2020 بدخول الغاية واستثنت الوكالة وفق بلاغ صادر عنها اليوم من هذا القرار الجرارات الفلاحية ومجروراتها المستعملة عادة لأنشطة فلاحية أو غيرها وقد تم التمديد في صلوحية شهادات الفحص الفني المسلمة إليها إلى غاية 30 من سبتمبر 2020 ويجدر التذكير أنه في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للحجر الصحي الموجه فإن استئناف خدمات الفحص الفني الدوري يكون بعد الحجز المسبق لموعد عن بعد من قبل صاحب العربة عبر الموقع الرسمي للوكالة www.attt.com.tn بأي مركز يختاره وذلك باستثناء الجرارات الفلاحية ومجروراتها التي تبقى خاضعة لترتيب الجاري بها العمل على 감사حتي شكرا